موسيقى مشاهدينا ومشاهدي كارمة في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع مرة لحداث حالة الجمعة 9 فبراير 20-24 الأوضاع بدأت تتوتر بشدة على الحدود المصرية الإسرائيلية وبدأت بالفعل دربات إسرائيلية على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة وأيضا قبل قليل كان تم الإعلان أنه في قوات أن مصر دعمت الحدود الإسرائيلية المصرية بقوات وأيضا أجهزة للرؤية الليلية يعني ربنا يسطر كده إن شاء الله السيسي رئيس المكسيك بايدن يقطع الشك باليقين بشأن حالته الصحية هو بيتحدث وبينتقد أنه تقرير كان طلعه أنه هو كبير في السن وذكرته بدأت ضعيفة راح قال أنه كانت اتحدث مع السيسي رئيس المكسيك بخصوص معبر رفح وطبعا هو أدان أنه مصر أو يعني اتهم مصر بأنه هم اللي قفلين المعبر وكان في رد من أيضا مصر حول هذا الأمر في نفس الوقت عندنا برضو التصعيد على الحدود مع لبنان وجيش الإسرائيلي أيضا يستعد للتحول إلى الهجوم على الحدود في مصر ارتفاع سعر الدولار في السوداء مرة أخرى ووصل ل66 جنيه والحقيقة محدش فاهم هو كان قال ليه وموضوع احنا لسه عندنا القصة بتاعة رأس الحكمة وأنه في عرض مناطق أخرى سياحية للاستثمار فإيه اللي بيحصل؟ مصر بتطرح أرض جديدة كرب تيران وسنفير فإيه اللي حصل الدولار اللي نزل وبعدين ارتفع تاني؟ هنحاول نفهم يا ربي أيضا الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة فيه كمان وضع مأساوي خلافته الحرب في السودان عندنا كمان الأمور الخاصة كان فيه برضو تقارير بتتحدث عن أنه شهر يناير كان الأعلى حرارة على الإطلاق بالرغم من أننا شهدنا بعض درجات الحرارة البرد شوية لكن الحقيقة الأعلى عندنا برضو الأمور الخاصة بالحوار اللي كان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تاكر كارلسون والحوار ده كان على الحياة يعني شهده ملايين حتى الآن وإيلون ماسك بيعيد أيضا المشاركة بهذا الحوار الحوار كان في روسيا وبوتين تحدث عن أمور كثيرة جدا وده يعتبر أول حوار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مزيع من قناة غربية هنشوف كل ده معاكم نهارده إن شاء الله معرض الكتاب معرض الكتاب كان في مصر وكل سنة بيكون في معرض الكتاب وبيكون في إقبال طبعا للمثقفين بشكل جميل جدا وفي ناس بتنتظر هذا المحفل أو الإيفنت علشان يقدروا يروح يجيبوا كتب مش بيلقوها بره وبيكون حالة كده جميلة من تبادل الثقافي وممكن تكون على هامش المعرض حاجات برضو فيها نوع من أنواع زي بنقول كده الجلسات اللي بيبقى فيها حوارات والكلام ده لكن علشان نشوفه المعرض ابتدى وانتهى يعني يوم ستة اختتي مدفعليات معرض الكاهرة الدولي للكتاب دوراتي الخمسة وخمسين واللي أقيم في مركز مصر المعرض الدولي بالتجمع الخامس كانت فعلياته استمرت على مدار 14 يوم كان من يوم 24 فبراير يناير عفوا لحت 6 فبراير اللي لفت النظر أنه فيه هالة الأشكر بتمارس عملية أسلمة لقاصرات والحياة أنه دي كانت برضو حاجة غريبة جدا وتطرق لهذا الأمر الناشط الحقوقي رامي كامل ونشر على صفحته الأمور الخاصة هنا بتتكلم عن أنه هي معاها النسختين من كتاب هي منازلها وبتقول أنه كده عندنا الفتاتين دول ميرنا واستير مع الجزء الأول والتاني نشوف الكلام اللي هي كانت بقى عن الكتاب الحقيقة طبعا أنا مش عارفة أقرأ من بعيد قوي كده ولكن أشكركم زمايلي أشكركم جدا بتقول أن هي هالة بقى بتقول أن هي تحدثت مع ميرنا واستير ما يقارب ساعة ونصه كان معهم الجزء الثاني فقط فأرسلت استير لدار الزيات أخدت الجزء الأول من دكتورة شهندس ثم عادت ليه في مكان اللي كنت أجلس فيه وأكملنا الحوار واتفقنا أننا نعتبر أنفسنا بدون دين والناقش بمنطقية وموضوعية وبدون تحيز ونشوف أيهم منطقي أكثر على فكرة يعني هما الكتاب ده في معرض الكتاب وأيه بتتكلم أنها قابلت البنتين دول في معرض الكتاب ميرنا قالت ربنا رحيم كان لازم حد يموت بدل آدم اللي حكم عليه بالموت فمن رحمته مات بدلا عنه قلت لها الله قال لآدم لو أكلت من شجرة المعرفة موتة أنت موت والشيطان قال لآدم لو أكلت من شجرة اللي ستصيرك إله عارف الخير والشر صح كده قالت لي صح هي بتكمل الحوار بما معناها لو تشوفوا بقية الحوار الحوار بتحاول فيه أن هي تهز يعني إيمان البنتين وبحيث أن هي تاخدهم ليبتدوا يتشككوا وقالت لها يعني سارك الله عارف الخير والشر طب من كلامه تحقق الشيطان أم الله بدأت بقى تتكلم وطبعا الحوار كله كتبته وقعدت يعني بما معناه أنه بتحاول زي ما قلت لحضراتكم قصة جايبة الموضوع من قصة آدم والكتاب المقدس بيقول إيه وأنه ميرنة قالت لها طيب ما هي الشجرة الحياة كانت حلت الموضوع ترك آدم يأكل منها وخلاص شوفوا الدنيا والحوار وصل بيهم لإيه قلت لها آه برافو عليكي ليه بقى يموت بدلا عنه طالما ممكن يجعله يأكل نرفع برضه أكتر معلش نكمل بقية الديالوج في النهاية الديالوج ده بيفهمنا أنه الموضوع كله عبارة عن أنه هي تشكك في ثوابت في الكتاب المقدس بداية من قصة آدم وقصة الخلاص والمواضيع دي كلها فإنه لما أكل آدم ومرأته من الشجرة إيه اللي حصل فإستير قالت لها حكم الله عليه بالموت تمام حكم الموت من الأول لكن إيه النتيجة صار الله كده فالكلام ده كله فالحقيقة أنه كان فيه تقريبا صور تانية بتتكلم الفكرة طبعا واللي تطرق إليها الأستاذ يعني رامي كامل حول هذا الأمر أنه إزاي تم السماح بمثل هذا الأمر وأن هي تنزل الكتب دي وأن هي في النهاية تتكلم على اعتبار أن هي لما تقابلت مع البنتين وخلتهم بقى يشوفوا الجزء الأول والجزء الثاني وأن هما تبتدي تعمل معهم هذا الحوار وده نوع من أنواع طبعا محاولة أسلمة الفتيات في وقاصرات وطبعا أنه هو اللي بيقوله برد رامي أنه شكلهم دون السن فإزاي أنه يكون فيه يطعن في المسيحية في معرض كتاب رعاية الدولة هل ده أمر قانوني؟ نتمنى أن يكون فيه رد على هذا الأمر وخصوصا أنها يعني تباهد بنشر هذا الحوار وبأن هي بتستخدم إزاي الصيغة اللي بتشكك فيها بعملية الخلاص وأنه ليه المسيح ييجي ويموت وأنه كان ممكن حاجات كتير تتغير في البداية فالحقيقة نأمل ونتمنى أن يكون هناك واقفة مع مثل هذه الممارسات علناً كده وفيه معرض برعاية الدولة الدولار ارتفع تاني وزي ما احنا متفقين خلاص ومشاهدين عارفوا أن احنا عندنا موقع الموقع ده بنعرف منه سعر الدولار في السوق السودة ومش احنا بس ناس كتير بتعرف بتدخل وتكتب سعر العملات في السوق السودة وبيجي لك سعر العملات هل ده الموقع دلوقتي؟ 66 ولا زاد عن 66؟ معلش ممكن لو فيه إمكانيه نكبر 61 طيب ده كده كان كان من شوية 66 كان معنا صورة من شوية بتهيق لي كانت معاك زميلنا طيب عموماً أن احنا فيه تزبزب بشكل كبير جداً في موضوع أسعار الدولار في السوق السودة وده الحقيقة أنا برضو أحب بس هعيز أتأكد من الصورة لأن أنا كنت واخدها من شوية 61 61.25 يبقى ما تغيرشي هو هو لكن فاكرين الحلقة اللي فاتت كان 55 مشاهدينا عموماً أزمة الدولار أشعلت كمان أسعار الأدوية في مصر والمرضى بيلجأون للبدائل وأن الغاية دلوقتي محدش قادر يفسر على فكرة إيه اللي بيحصل بالنسبة إيه اللي بيخلي الدنيا كده تتزبزب بالرغم من إن إحنا لسه مزال العرض بالنسبة لرأس الحكمة وأراضي تانية للاستثمار بذلالها على سوق الدواء نقص عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار أدوية أخرى بنسبة تراوحت ما بين 20 إلى 30% وتحديداً الأدوية المستوردة شكلت أزمة يعاني منها المواطنون وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل أدوية الضغط والقلب والكلة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة طبعاً في نقص في الأدوية اللي هي المستوردة بتاعة الكلا والكبد والحاجات دي ساعة ما بيلاقيهاش في نقص في الأدوية بس نسبة بسيطة في نقص في بعض الأدوية حالياً مش كتير بس هي مؤثرة نسبة تصل إلى 90% ولهذا أثر ارتفاع سعر الدولار سلباً على مصانع الدواء المصرية أيضاً رغم هذا يؤكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الأزمة لا تتعدى العشرة في المائة حيث أن الأدوية المستوردة لها بدائل مصرية الدواء هل هو ناقص؟ ناقص بالاسم التجاري إنما بالاسم العلمي حضرتك هناك بدائل ومثائل بالاسم العلمي موجودة ولكن احنا عندنا ثقافة وعدات مريض وعدات أطباء ثقافة المريض فيه توقع برضو أن الأسعار هتستمر في الارتفاع وأنه فيه أسعار مرتفعة أيضاً وكسس برضو أنه بالرغم من موضوع القرارات اللي بالنسبة للحماية اللي كان أطلقها الرئيس السيسي في الأيام اللي فاتت لكن برضو هناك قلق من أنه موضوع ارتفاع الدولار مرة أخرى وعلى فكرة مش بس الدولار ارتفع ارتفع كمان الدهب برضو والدهب كان يمكن من أول ما نزل الدولار في السوداء وهو برضو نزل شوية ولكن ارتفع على طول إيه بقى قصة رأس الحكمة لأنه كان الفترة اللي فتت كلها اعتمدنا على تصريحات لمختصين أو خبراء اقتصاديين على الموضوع ده وإعلاميين برضو قاعد يتكلموا على الكلام ده وما كانش فيه الحقيقة أي تأكيد رسمي من الدولة على هذا الأمر في أول تأكيد رسمي للأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إقامة مشروع ضخمة في منطقة رأس الحكمة بسطاحل الشمالي لمصر رئيس هيئة الاستثمار كان فيه تصريحات لسي ان بي سي عربية أنه تم اختيار تحالف إماراتيا لتنفيذ مشروع رأس الحكمة بسطاحل الشمالي وأن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار نشوف برضو مقاطع من هذا التأكيد مشروع طبعا جاي في إطار تطوير منطقة السحل الشمالي ككل وده مش مشروع فجأة ظهر يعني هو جاي في إطار تخطيتي عمراني للمنطقة وجاي في إطار كمان الإجراءات اللي احنا بنتبعها اللي هو شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص طبعا فيه لغط كتير وكلام زي كده ولكن هو العروض اللي تقدمت فيه عروض من كذا من كذا مجموعة مستثمرين وتحالف مستثمرين من بلاد مختلفة يمكن التوجه كان مع التحالف الإماراتي حاليا ودلوقتي الأطر المختلفة المتاحة عندنا في القوانين المصرية بيتم دلوقتي منقشتها معهم بحيث أن احنا نطبق ما هي أفضل إطار إداري لهذا المشروع طبعا كلام لسه هنشوف برضو تفاصيل أخرى وبعد رأس الحكمة مصر أعلنت طرح أرضا جديدة كرب تيران وسنفير كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عسبة تفاصيل التخطيط لطرح أرض رأس جميلة يعني عندنا رأس الحكمة ورأس جميلة بشار مشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وتقال برضو أنه ده كان خلال مدخلة هاتفية مع قناة أنتي في اتكلم عن أنه مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 800 ألف فدان وأنه سيتم الاستعانة بشركات استثمارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة ومن المختلفة ومن بينها وزارة الإسكان وأنهما بيبقى فيه سعي لتحقيق حاجة مميزة ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة وبحث النموذج المناسب للاستثمار في هذه المنطقة وبتجرى دراسة حاليا لتحقيق أقصى استفادة من أرض رأس جميلة فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان ونفكر في تحقيق تكامل بينهما وأكد المخطط أن الجزء الثاني من الأرض 50% من مساحة الأرض هيقام عليها مشروع سكن السياحي تجاري على مساحة 403.615 متر مربع وهيشمل برضو الإسكان السياحي بعد 1873 واحدة بالإضافة للمشروع التجاري على مساحة 16.000 متر مربع و145 متر مربع طيب يعني فيه إعلانة هو عن حاجات وأمور هتجيب استثمارات لكن واضح أنه برضو هقول لحضراتكم باختصار اللي أنا فهمته أصل هي الحكاية السوق السوق بتاع الدولار عرض وطلب فلو أنت ما كانش فيه توفير للدولار في الوقت الحالي هتلاقي أن تجار العملة واللي بيتحكمه في سعر السوق السوداء هيعله لأنك أنت مش لاقي دولار واللي عايز دولار ممكن يشتري بأي سعر طبعا متاح حاليا عشان كده واضح أنه فيه نقص في الدولار لسه مازال عشان كده بدأ التجار يعله مرة تانية بالرغم من أنه طبعا فيه مجهودات للدولة ممتازة بالنسبة اللي يتعقب التجار اللي هم الجاشعين واللي بيتحكموا كل ده لكن برضو واضح أن الموضوع ما فيه كبيرة في إطار هذا الأمر وبيأتي السؤال هل هيكون فيه تعويم قادم ومجلس الوزراء الحقيقة كان عقب المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ما يتردد بشأن تعويم الجنيه وقال إن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي ده مهم جدا برضو التصريح ده الحقيقة الأيام اللي فاتت بعد ما الرئيس السيسي كان أعلن الإجراءات اللي فيها زيادة المرتبات والمعاشات واعفاءات درابية فالكل قال بس ده الكلام ده علشان خاطر هيبقى فيه تعويم والأسعار هتزيد تاني فالحقيقة الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إيه؟ قال إن التعويم من اختصاص البنك المركزي والبنك المركزي هو ليه استقلالية كاملة في العمل قال إلا أفضل التعليق على السياسة النقدية باعتبرها اختصاص أصيل البنك المركزي مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير النقد الأجدبي يعني دلوقتي موضوع التعويم ده سياسة البنك المركزي الدولة بتحاول توفر النقد وزي ما قلت لكم لا يمكن يحصل تعويم وإنت النهاردة هيحصل تعويم وترفع سعر الدولار في البنك ويجي واحد يروح يجيب دولارات ده حتى في ناس بيبقوا قطعين تذاكر طيران ويروحوا البنوك يقولونهم ما فيش دولار اللي هو المفروض أنك إنت لما تبقى قطع تذكار الطيران ومسافر المفروض البنك يديك حوالي 500 دولار على كل تذكار فأنت النهاردة الكلام ده مفيش المهم الحموصاني قال أن الدولة بتعمل على التنسيق مع البنك المركزي من أجل ضبط التدخم وخفض نسبته خلال عام 20-25 إلى مدون 10% كما تعمل الدولة على إجراء إصلاح شامل في الاقتصاد البسر سواء فيما يتعلق بالأجور وكافة الأنشطة الاقتصادية وضبط سعر الصرف يعني كل ده مرتبط ببعض دي وإن شاء الله دينا بنتابع معاكم واللينك ده يعني حضراتكم بس لقد دورتوا في جوجل على موضوع أسعار العملات في السوق السودة هتلاقوا اللي احنا عرضناه من شوية وكل يوم بيتغير وممكن في اليوم برضو يتغير مرتين وربنا يكون في عون طبعا المواطن المصري بالنسبة لكل اللي بيحصل ده ايه موضوع بقى قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة اللي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 5 فبراير 2024 حيث تم تصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2004 مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة بعد ما فقط مجلس النواب مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة القانون ده زي ما حضراتكم شايفين جزء منه انه المفترض كده انه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقاومات الأساسية للدولة وامنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى قوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها طيب الموضوع ده بصراحة أنه موضوع أنه أي حد دلوقتي هيكون في أي نوع من أنواع الاعتداء على أي منشآت من المتوقع أنه يتم محاكمته بشكل محاكمة عسكرية بعد هذا القانون أو بعد هذا التوقيع لأنه أنت النهاردة بتتكلم على أنه أي منشآت أو مرافق عامة أو حيوية للدولة دي تعتبر طبعا منشآت حساسة وما ينفعش جدا لا يتم السماح باعتداء عليها أو أي شيء من هذا القبيل من غير ما يكون فيه طبعا إجراءات حاسمة بالنسبة لكلام اللي تقال برضو بيواجه الجرائم المضرة باحتياجات المجتمع تفاصيل القانون الذي يحيل ما في السوق السوداء أيضا ومحتكري السلع للقضاء العسكري إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري ده اللي لست كنت بقول لحضراتكم القانون المقدم من الحكومة الموضوع اللي هو بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية هنا طبعا بيحاولوا يفاهمون أكتر اللي صدق عليه الرئيس السيسي بعد مفكة مجلس النواب واتفقنا أنه القانون قل على جزء من بنوده وأنه أي حد هيعتدي على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة مع الشرطة في جميع الإجراءات القانونية وبالتالي أي حد طبعا يعتبر كده الضبط القضائي لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها أن هي طبعا يعتبر الإخلال بساير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة طيب فقال لك الجرام اللي بتضر باحتياجات المجتمع والأساسية من السلع فاكرين القضايا الكتيرة بتاعت الفساد في حاجات كتيرة جدا وقال لك ده يحفظ المقاومات الأساسية للدولة أي حد بقا هيحتكر سلع معينة مقتصبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي فدي برضو نقطة شوية يعني أنه هتخضع الجرائم التي تقع المنشآت والمرافق العامة والحيوية والتي يسر عليها أحكام هذا القانون الإختصاص القضاء العسكري فبالتالي كده هيكون فيه توسيع بالنسبة لأنه الحملات اللي بتشن لضبط مافيا السودة في الدولار والدهب والسلع من المتوقع كده أنه يبتدي والمتورطين في حجم السلع عن التداول أنه كده هيبقى هيحكمه محاكمة عسكرية رفع أسعارها وتحقيق أرباح كبيرة فواضح أن القانون ده كان يعني تم الأمر ده بسبب أنه يبتدي المحاكمة بشكل قوي ويردع الآخرين طبعا شفنا حجب سلع تنمونية في الكتير قوي وخلال 24 ساعة الماضية كان فيه حملات كتيرة من قبل الشرطة لتعاقب كل اللي هم كان ليهم دور في هذا الأمر بالنسبة بقى لملف سد النهضة الحقيقة زي ما قلتنا لحضراتكم الحالة اللي فاتت بس يمكن ما قلناش تفاصيل رئيس وزراء أسيوبيا كان فاجئنا بتصريحات والتصريحات دي بيحسم فيها النقاش حول ملء سد النهضة قالك خلاص إحنا ماشيين ملء رابع وملء خامس وإنه هو كده أغلق باب التفاوت وأبي أحمد رغم ذلك أبدأ استعداد بلاده لأنه ممكن مصر تشوف إيه اللي التفاوت حوله تلبيت الاحتياجات المطالب تلبيت المطالب المصرية يعني إحنا بنملى لكن ممكن نتفاوض ونشوف احتياجتكم إيه وده وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأسيوبية يعني أنت دلوقتي النهاردة ما تتكلمش معايا في أي حاجة تاني خلاص أنا باملة والدنيا خلصت شدد أبي أحمد على ضرورة إظهار القاهرة استعدادها لتلبية مطالب قديسة بابا وفي نفس الوقت برضه هو قالك أن احنا نشوف مطالب المصريين إيه وتصرحات أبي أحمد جاءت ردا على استفسارات نواب النواب دول كانوا طبعا بيحاولوا يشوفوا إيه الأخبار أسيوبية مستعدة لاستماع أي مطالب للشعب المصري وتلبيتها بأقصى ما في وسعها لكن قصة السرد يا جماعة خلاص يعني كان من الأول باين موارد مصر المائية تقدر ب60 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليار متر مكعب تأتي من النيل وفي نفس الوقت يصل إجمالي لإحتياجات المائية لمصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا أبي أحمد قال إن إحنا ممكن نتفاوض على المطالب دي المهم وزير الموارد المائية ورأي الدكتور هاني سويلم كان برضو علق تقريبا على الموضوع ده بحيث إنه أكد إن مصر تقترب من الشح المائي فبالتالي طب إيه اللي ممكن أسيوبيا تعمله أو إن هي تلبي المطالب إزاي وهي يعني تمضي كدما في موضوع ملء السد فالحقيقة اللي إحنا لغاية دلوقتي مش قادرين نفهم إيه اللي ممكن يتعامل لكن أعتقد إنه هيكون برضو فيه بعد هذا التصريح هنشوف طبعا إيه اللي ممكن لكن يبدو إنه فيه شح في هذه الأخبار نتيجة طبعا للتوترات اللي على الحدود المصرية وإن فعلا حرب غزة يمكن مغطية على أمور كتيرة جدا حصلة حول العالم زلات اللسان قد تجعل بقاء بايدن كرئيس صعبا مش بس إنه ينزل لانتخابات الرئاسية المقبلة ده بقاءه الحقيقة إنه الموضوع ابتدى من إنه كان فيه محقق الخاص بشأن تعامل بايدن مع الوسائق السرية كان قال إن بايدن كبر في السن وناسي حاجات كتيرة جدا وذكرته ضعيفة ومن هنا مش هيكون فيه محاكمة لبايدن على موضوع الوسائق السرية خلينا نشوف التقرير ومتهمون بدرجة رؤساء جمهورية أما الحكم فتباين بين حال وآخر صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن تقريرا أعده مدعي عام أمريكي يتضمن انتقادات للطريقة التي تعامل بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومعاونوه مع وثائق رسمية سرية للغاية لكنه لن يوصي بأي ملاحقات في هذه القضية وحسب الصحيفة فأن التحقيق في هذه القضية التي أثيرت في العام 2022 وهي تعود للفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس الأسبك باراك أوباما حينما تم العثور في مكتب قديم لبايدن على وثائق رسمية مصنفة سرية للغاية ستنشر نتائجه في الأيام المقبلة في الوقت ذاته قابلت محكمة استئناف أمريكية فدرالية طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية عندما كان رئيسا بالرفض مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بالتهم محولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 وتواجه ترامب الذي يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر من العام الجاري إحدى وتسعون تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به وخلافاً لترامب فقد اعترف بايدن بحصول خطأ في إدارته لهذه الوثائق التي أخذت من مكانها عن غير قصد فيما أشارت واشنطن بوست إلى أن عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقل عن عشرين وثيقة في حين أن هناك نحو ثلاثمائة وثيقة في حالة ترامب يبقى المدعي الخاص المكلف للتحقيق بالنسبة للوثائق السرية قال إنه الحقيقة لقاحة الاتهام لن تكون مبررة وصفاً بايدن بأنه رجل مسن صاحب زاكرة سيئة حتى قال لك أنه هو مش فاكر أساساً الأعوام اللي هو كان بيحكم فيها كنائب للرئيس أوباما مش فاكر تاريخ وفاة ابنه مش فاكر حاجات كتيرة جداً وبالتالي طبعاً ده كان المدعي العام الخاص بالوثائق السرية تعليقاً على تقرير المدعي العام رئيس مجلس النواب الأمريكي قال إن بايدن ليس أهلاً لتولي الرئاسة يعني هو مش مفروض أن يحكم أساساً في هذه الأيام نتيجة لكل هذه الأمور اللي بتحصل ترامب بالرغم من أنه زي ما أنتم سمعتوا في التقرير كده كان مفيش حصان الحصانة ترفضت بالنسبة له وإحنا قلنا الخبر ده الحلقة اللي فاتت لكن كمان علق على موضوع عدم اتهام بايدن بالنسبة الوثائق أنه هو كمان يجب إسقاط التهم عنه فوراً حيث قال الرئيس الأمريكي السابق دونال ترامب في مقابلة مع فاكس نيوز أن المستشار الخاص المختل جاك سماس يحتاج على الفور إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في قدرية السجلات السرية الخاصة بعد قرار عدم توجيه اتهامات ضد الرئيس بايدن لاحتفاظه بوثائق الأمن القومي الحساسة بصم ما اتهاموش بايدن علشان موضوع أنه الزاكرة وأنه هو رجل كبير في السنة فبرضو دي شوية حساسة بالنسبة للرئيس ترامب لكن طبعاً الحالة الصحية طبعاً للرئيس ترامب تفرق كتير الحقيقة والمهم بعد تقرير المدعي يعني شوفوا بقى الموضوع الحاجة يعني لطيفة جداً يعني المفارقة اللطيفة بعد قرار المدعي بالنسبة للموضوع يعني قضية الوثائق فكان تم الإعلان مبارح أن بايدن هيطلع في خطاب استثنائي والخطاب ده كان طالع فيه علشان يرد على كل الموضوع ده وقال لك لأ انتوا شايفيني أنا بشتغل ازاي أنا حالتي الصحية ايه الكلام ده ماينفعشي وأنا بعمل وبعمل وبعمل وراح ما كانش مفروض يتطرك لموضوع غزة راح مجرد ما جي يتطرك لموضوع غزة فقال لك أنا قابلت السيسي رئيس المكسيك أنا لما تكلمت مع السيسي رئيس المكسيك وكت بتكلم معاه على موضوع معبر رفع خلينا نشوف الجزء ده ونكمل معاه كل ما حصل في هذا الخطاب هو ده الخطاب اللي كان مفروض بيدافع عن نفسه بأنه هو مجبرش في السن وأن ذاكرته ممتازة طبعا ناس كتيرا بيسكوا في موضوع طبعا السيسي رئيس المكسيك لكن هو المسيبة أنه اتهم الرئيس السيسي بأنه هو اللي بأغلق معبر رفع واللي هو منع المساعدات أنها تدخل لقطع غزة فالحقيقة أنه يعني المفروض زي ما بقول لكم هو كان بيتكلم على في الخطاب أنه مش بيعني مشاكل في الزاكرة لكن الحقيقة الحمد لله يعني هو وضح لنا جدا جدا وللعالم كله أنه بالدليل القاطع هو يعني قاطع الشك باليقين بشأن حالته الصحية ما فيش خالص ذاكرته جميلة وممتازة طبعا قصة كمان التانية اللي طبعا أزعجت مصر بشكل كبير واستدعت رد هو موضوع أنه هو موضوع أنه السيسي ورئيس المصري يعني مش قادر أنه هو ما دخلش عفوا أو منع قفى المعبر رفح ومنع المساعدات فدي كانت طبعا مشكلة كبيرة جدا أنه لم يرد بادئ الأمر فتح المعبر للسماح بتخيل المساعدات لقطع غزة ولكن بايدن اتكلم معه وأقنعه أنه هو يفتح المعبر طبعا كلام غريب جدا استدع رد على طول من الرئاسة المصرية حيث ردت الرئاسة المصرية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن متعلقة وبغالقوا مصر لمعبر رفح وما طبعا ما ردوش على أنه السيسي رئيس المكسيك عشان بس نبقى واخدين بالنا يعني المهم قالك أنه الكلام اللي هو أن الرئيس السيسي في بداية الحرب حالة دون دخول المساعدات ردت الرئاسة المصرية وقالت أنه منذ اللحظة الأولى فتحت مصر معبر رفح دون قيود أو شروط وأن قصف إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني حالة دون إدخال المساعدات وده الكلام اللي مصر قالته مرارا وتكرارا حتى في رد الاتهام اللي كان بالنسبة اللي اتهمته بإسرائيل في المحكمة اللي اتهمت مصر بالكلام ده برضو في المحكمة محكمة العدل الجنائية أو الدولة فأنت بتتكلم في إيه أنا مستغربة جدا طبعا على أنه مش بس أنه هو وصف السيسي بأنه رئيس المكسيك لكن كمان لسه مازال مصر أنه مصر هي اللي ما وصلتش المساعدات المهم خلينا بقى في الوضع الحالي لأنه برضو الوضع الحالي دلوقتي وموضوع التهدئة اللي مفروض أنها تحصل في قطاع غزة والمفروض أنه كان فيه مفاوضات وكان فيه وصيقة مقدمها حماس بالمطالب وإسرائيل برضو مقدمة وصائق والحقيقة أنه كان الدنيا فيها عرقالة كبيرة جدا فالحقيقة أنه بدأت دلوقتي كلام أنه فيه طبعا مفاوضات ومصر كانت استضافت مفاوضات مبارح علشان خاطر موضوع أنها تسهل موضوع التوصل للهدنة فالحقيقة رئيسة الجمهورية كانت أعلنت أن هناك توافق مصري أمريكي بشأن التوصل للتهدئة في قطاع غزة حيث أصدرت رئاسة الجمهورية بيان بشأن تصريحات إحنا طبعا نتكلمنا على موضوع تصريحات الرئيس وأوضحت الرئاسة الجمهورية أنه تصريحات الرئيس الأمريكي تؤكد مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإنقاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع فبالتالي دلوقتي أنه فيه توافق في المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون مكسف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل للهدنة وبرضو لفت بيان رئاسة الجمهورية رفض التهجير القصري بالإضافة للتوافق التام بين البلدين في دول الشراكة الاسترنتيجية لأنه قصة دلوقتي أنه نبص نلاقي الأمور الخاصة بأنه الموضوع اللي هو ليه علاقة طبعا بأنه نبتدي دلوقتي نحاول نقول نتهم مصر بالنهاية لعرقلة المساعدات وإحنا في إطار دلوقتي اتفاق هدنة وأن مصر طرف رئيسي زي برضو ما حصل اتهامات لقطر الأيام اللي فاتت من إسرائيل بأنها برضو هي اللي بترع حماس وهي اللي بتأمول حماس والنهاية اللي مولت برضو حماس لضربة 7 أكتوبر فالكلام ده طبعا يعني المفروض أنه كلام خطير جدا جدا إيه بقى قصة الدربات الإسرائيلية على مدينة رفح إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي اللي حاصل أنه إسرائيل مصرة بعد ما حصل أنه المفاوضات دي تعطلت بشكل أو بآخر وأنه لغاية دلوقتي طبعا الباب مفتوح بس لغاية دلوقتي إسرائيل رفضة رفضة تام أنه الشروط اللي مقدمها حماس حماس عايزة قدام كل واحد إسرائيلي يطلع بتاع 30 واحد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وطبعا إسرائيل مصرة على أنه هو واحد قدام تلاتة ما فيش الكلام ده وحاجاته وأنه وقف إطلاق النار والكلام ده كله الكلام ده طبعا كله المفروض أنه هو للأسف يعني ما فيهوش توافق وبيحاول يوصلوا لحتة كده في النص فكان فيه الحقيقة أنه برعاية مصرية قطرية وفد حركة حماس يصل إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات والأمر ده اللي أنا بحكي حضراتكم عليه بأنه إيه اللي حصل بقى وإيه اللي تم بالنسبة لموضوع المفاوضات أنه خلينا نشوف التقرير ونشوف برضو إيه اللي بيتكلموا فيه لأن الغيط دلوقتي ما تأفلش الباب لكن فيه تعصر شديد جد مساع عربية وأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة يقابلها تعنت من نتنياهو وحكومته المتطرفة الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة يسابقون الزمن للتوصل الاتفاق يوقف حرب الإبادة المستمرة على القطاع فجوة كبيرة ومطالب إسرائيلية غير قابلة للتطبيق جعلت الهوة واسعة إذ يتمسك جيش الاحتلال بعدم سحب قواته من القطاع إلا بعد القضاء على حماس كما يقول قادته تعنت ظهر جليا في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي مقترح حماس واهم لم نلتزم بأي وعود بشأن مقترح حماس وسنواصل الحرب لا يمكن الحديث عن الانتصار في ظل وجود الحركة الاستسلام لتلك الشروط سيجلب كارثة على إسرائيل رد حماس على تصريحات نتنياهو جاء سريعا إذ اعتبرته نوعا من المكابرة السياسية مجددة اتهامها لنتنياهو بأنه يسعى لاستمرار الصراع في المنطقة مقترح حماس يتضمن وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسر والمحتجزين وإنهاء الحصار على غزة وإعادة الإعمار وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم وتوفير متطلبات الإيواء والإغاثة لكل السكان في جميع مناطق القطاع وزير الخارجية الأمريكية علق على المقترح واعتبر أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق رفح ستكون التالية إسرائيل وبعد خمسة أشهر من الحرب تكشف عن نواياها بتوسيع هجومها البري إلى منطقة رفح جنوبي القطاع المقتضة بمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال القطاع ووسطه إسرائيل هددت بالدخول برا أما طائراتها الحربية فلم تنتظر حيث قصفت في الساعات الماضية مبنيين في رفح وروضة أطفال تحولت إلى مأوى للنازحين ما أدى لسقوط قتلى وجرح من المدنيين الفلسطينيين بحسب مصادر طبية وصحفية غرات جوية قد تمهد لاجتياح بري لمنطقة تعد الملاذة الأخيرة للفلسطينيين من جهيم حرب دمرت كل مناحي الحياة وهو أمر أثار رد فعل غير عادي في واشنطن عبر عنه عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين أعلنوا عدم تأييدهم لمثل تلك الخطوة بل وحذروا من كارثة إنسانية قد تحلوا في حال أقدمت إسرائيل على أي اقتحام بري بخصوص رفح رأينا هذه التقارير لكننا لم نر بعد أي دليل على التخطيط الجاد لعملية إسرائيلية في رفح إن إجراء عملية كهذه الآن دون تخطيط وتفكير في منطقة يوجد فيها مليون شخص سيكون بمثابة كارثة تهديد إسرائيلي باشتياح رفح أشعل ردود فعل دولية وإقليمية نظرا لخصوصية المنطقة وما تحتويه من عدد كبير من النازحين الفلسطينيين خاصة أن تقارير إسرائيلية أشارت قبل أيام بأن مصر وجهت مؤخرا رسائل قوية لإسرائيل مفادها أن مرور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء جراء أي ضربات على رفح سيعرض اتفاق السلام بين القاهرة وتلأبي أمريكا كمان حذرت من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح اللي بيعيش فيها أكثر من مليون شخص دون تخطيط أو حد أدنى بالتفكير سيعد كارثة وبالمناسبة برضو الرئيس كان برضو الخارجية الأمريكية قالت أن إحنا مش شايفين أي دليل على تخطيط الجاد العملية إسرائيلية في رفح ما فيش تخطيط وأنهما لما دربوا كده كان ضرب بدون تخطيط وشفتوا طبعا الخسائر اللي حصلت بالنسبة للضرب الطائرات على رفح الفلسطينية كان برضو في كلام كده غريب بالتقارير من الحوسيين بتتكلم على أنه في مشاركة بريطانية وأمريكية مع إسرائيل بتحضر لاستهداف رفح وده الحقيقة كان تصريح من زعيم جماعة أنصار الله الحوسية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوسي أن إسرائيل بمشاركة بريطانية أمريكية تحضر لاستهداف رفح من أجل الحق نكبة أكبر بالنازحين والأهالي هناك والكلام ده طبعا على هدته ولو أن الأمر هنا أنه ولا أمريكا ولا بريطانيا يعني مشتركين في حاجة بالنسبة للضربات هم بيضربوا بس الحوسيين فالحوسي حب بس أن هو يقول أي تصريح غريبة لكن الحقيقة الرئيس الأمريكي نفسه في الكلام اللي هو كان بيتكلم فيه أثناء برضو الكلمة ياهة دي اللي غلط في الموضوع بتاع اللي غلط برضو في رئيس السيسي وقال لك رئيس المكسيك كان برضو بيقول أنه اللي حاصل حاليا بالنسبة ليه قال للرئيس بايدن أنه الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه والحاجة ده برضو كان في إطار الخطاب اللي كان الاستثنائي بالأمس مساء أمس وهو طالع يرد على التقارير بينه كبر في السن وأنه هو زاكرته ضعيفة وتكلم على السيسي رئيس المكسيك ورح متكلم برضو على أنه الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه وتكلم لأول مرة برضو يحس أنه هو الناس كلها حست أنه بيتكلم عن برضو المعاناة اللي بيعاني منها الناس هناك في غزة والكلام ده كله لكن على طول البيت الأبيض بعد التصرحات دي طلع بيان بيقول فيه أنه كلام الرئيس بايدن مش بيغير حاجة من الدعم الإسرائيل لأنه هو برضو حس كده بأنه بيقول لك إيه ده مبالغ الرد اللي بيردوه إسرائيل ده مبالغ فيه وهم أساساً دلوقتي فيه خلافات مع الكونجرس الأمريكي بالنسبة للدعم المساعدات والمساعدات اللي هتقدم لكل من إسرائيل وفلسطين يعني مازال البيت الأبيض ومازالت أمريكا بتدعم إسرائيل وبتمدها بأسلحة وبتمدها بأموال علشان خاطر أن هم طبعاً يكملوا الحرب قال برضو بايدن أنه بيضغط بقوة في الوقت الراهن في اتجاه وقف إطلاق نار من أجل الرهائن لأن هناك الكثير من الأبرياء الذين تدورون جوعاً والكثير من الأبرياء الذين يواجهون المصاعب ويحتضرون ويجب أن يتوقف كل ذلك طيب نتنياهو بقى قال إيه بعد الردود دي كلها وبعد التحذيرات الحقيقة لقينا النهاردة نتنياهو بيقول أنه هو وجه بأن يكون فيه خطة والخطة دي قال رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أنه أمر القوات بالاستعداد للعمل في رفح التي تعد آخر مدينة كبيرة في قطاع غزة لم تدخلها قوات البرية الإسرائيلية حتى الآن طلب نتنياهو من الجيش إعداد خطة بزدوجة يكون فيها إجلاء للمدنيين من رفح جنوبية قطاع غزة ويكون فيها طبعاً الأمور الخاصة بالسياسة اللي هيستغلوا بيها أو إزاي التخطيط اللي هيخططوا علشان يضربوا في رفح وطبعاً زي ما قلتلكم أنه الكلام ده كان بعد طبعاً كل الردود الفعل دي اللي هم مش شايفين أمريكا مش شايفة خطة واضحة وأنه بيحذروا من أنه يتم استهداف لرفح طبعاً استهداف لرفح معناها أنه أنت بتعمل توتر على الحدود المصرية طب يا ترى مصر هتسكت على الموضوع ده لأ النهاردة من حوالي ساعة قبل ما بقى حضراتكم على الهواء لقينا مصر ترسل تعزيزات أمنية كبيرة ودوريات للحدود مع غزة حيث صرحت مصادر أمنية أن مصر أرسلت نحو 40 دبابة وناقلت جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة من الإجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة وأشارت المصادر الأمنية المصرية لأنه منذ 7 من أكتوبر قامت مصر ببناء جدار حدودي قرصاني يصل طوله إلى 6 أمتار وتعلوها 6 شائكة وإنه ده يعتبر بناء كمان سواتر وعززت المراقبة على المواقع الحدودية يعني إحنا في إطار دلوقتي يعني توتر كبير جداً على هذه المنطقة وده ياخدنا برضو لأنه أنت النهاردة بتتكلم على الأمور الخاصة برضو حدود طبعاً بالنسبة لمحور فلاديلفيا والقصص دي كلها لأنه لسه كل شوية دلوقتي بيتكلموا على موضوع المحور وإيه اللي حصل في محور فلاديلفيا الخارجية كانت بتقول أي تعامل مع محور فلاديلفيا يجب أن يكون بقدر كبير من الحذر وده الحقيقة كان استفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية قال أن محور فلاديلفيا صلاح الدين جزء من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وأنه أي تعامل مع تلك المنطقة يجب أن يكون بقدر كبير من الحذر خلينا نسمعه بتأكيد يعني أنت تقرأ سعادة سفير يعني ما ينشر عن في صورة انتقادات لمصر بأن مصر تغلق مع والتي تأخذ بأجنب أنفسنا جميعا هذا الوقت الهائل والإجراءات المعيقة محور فلاديلفيا وإمكانية سيطرة إسرائيل عليه يعني قاد إسرائيليون منهم نتنياهو طبعا أن ذلك ربما يعد ضربة لاتفاق لكن يعني في النهاية هذا المحور هو جزء من قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة ونتعامل مع أي تعامل مع هذه المنطقة بقدر كبير من الحذر والخطورة لأنه قريب من الحدود المصرية لأنه قريب ولأنه أي عمليات في هذه المنطقة في وجود هذا الكم الكبير من المواطنين أكيد بشكل خطورة عندنا مشكلة حقيقة فعلا المحلل سياسي مصري يسري عبيد كان علق على نية إسرائيل إجلاء سكان رفع إلى قطاع غزة قبل هجوم محتمل على المدينة وأنه مصر حذرت وعبيد كان قال أن الإجراءات الإسرائيلية في هذا الشأن تهدد بتوتر علاقات مع الجانب المصري بشكل كبير خاصة أن الجانب المصري رفض جميع المحاولات الإسرائيلية لإجراء عملية عسكرية في محور فلاديلفيا صلاح الدين على الحدود بين مصر وقطاع غزة وفي نفس الوقت زي ما شفنا كده التعزيزات الأمنية اللي بدأت تنتشر وأنه الحياة فعلا أي حاجة هتحصل في هذا الإطار هتهدد اتفاقية السلام اللي بين مصر وبين إسرائيل وأنه التوتر الكبير دلوقتي اللي في العلاقات بين السيسي ونتانياهو ظهرت بشكل كبير جدا بسبب طبعا التصرحات المستفزة لكل شوية بيقوم بها نتانياهو على موضوع المخاطئ أن هو هيعمل عملية عسكرية عند معبر محور فلادلفيا وصلاح الدين وأنه برضو هناك التقرير الكتير اللي بتتكلم عن نية إسرائيل لأنه يحصل توطين للفلسطينيين في سيناء وأنه ده الحل الوحيد لحل القضايا الإسرائيلية أو لحل القضايا الإسرائيل الفلسطينية أو القضايا الفلسطينية وبالتالي طبعا دلوقتي فيه توطر كبير جدا بالنسبة ما بين العلاقات بين الترفين وزراء خارجية عرب بيشددون على ضرورة اتخاذ خطوات اللي رجعت فيها لتنفيذ حل الدولتين وإحنا طبعا هنشوف إيه الإجراءات عندنا برضو نقطة مهمة جدا في الأمور الخاصة برفح والدنيا دي هو إيه اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا في خان يونس الحياة الدربات اللي مستمرة على خان يونس دربات شديدة جدا جدا لدرجة أنه فيه حرق مباني سكنية وكان فيه أيضا برضو كلام على موضوع أنه هم عايزين يوصلوا للسنوار وبدأ يتكلم الكلام ده كله المهم أنه هي دلوقتي عندنا كان مشاهد بيينت لنا أن الجيش الإسرائيلي فجر منطقة سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة والمشاهد دي بدأت طبعا تنتشر بجانب أنه زي ما أنتوا شايفين كده كان طبعا تفجيرات كبيرة جدا قبلها كان مبارح كان فيه فيديو عن حرق منازل في خان يونس والفيديو ده حتى انتشر على مواقع أمريكية زي ما أنتوا شايفين إزاي اللي بيحصل ده كله الأمم المتحدة اعتبر التدمير إسرائيل مباني في غزة لإقامة منطقة عزلة جريمة حرب هم بيعايزين يعملوا منطقة عزلة ويدخلوا بقى على الدنيا دي كلها على رفح من الحاجات المهمة جدا هو موضوع القضاء على حماس طبعا إسرائيل مصرة أن هي عايزة تقضي على حماس عن طريق أن هي تبتدي تستمر في يعني السعي نحو رفح وليه بقى بيقولك كده أنه اللي حاصل هناك أنه بدأ طبعا أن هم مش لقيين دلوقتي أي أثر لقادة حماس في خان يونس القادة الكبار يعني لكن هم بيقولوا أن هم قضوا على بعض القادة وأن هم مستمرين في التحرك لكن الحقيقة كان فيه تقرير من نيورك تايمز خلينا نكمل الفيديو من الحتة دي بيتكلموا أنه الهدف بتاع إسرائيل القضاء على الحركة ده يعتبر هدف مش وقي أبدا فالقوة القتالية لحماس قد يكون هدفا أكثر قابلية للتحقيق وبالحديث عن إضعاف القوة القتالية لحماس الصحيفة الأمريكية قالت إن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية امتنعوا عن تقديم تقديرات واضحة لأعداد عناصر الحركة الذين قتلوا خلال المعارك معتبرين أن هذه التقديرات غير دقيقة وليست ذات معنى الولايات المتحدة تعلمت من حرب تلو الأخرى أن إحصاء عدد الأعداء الذين قتلوا في عملية تمرد أو مكافحة الإرهاب هو لعبة حمقاء الحكومة الإسرائيلية كررت مرارا منذ بدء الحرب على قطاع غزة أن هدفها الأساسية هو القضاء على حماس لضمان أمن إسرائيل واستدامته وأن الجيش لن يغادر القطاع إلا بعد تحقيقها اللي نشره بقى الجيش الإسرائيلي الأيام اللي فاتت وكان دايما بينشروا أفخايا دراع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قالوا أنهم عصروا على بعض المعلومات الاستخباراتية اللي بتدل على علاقة مباشرة بين إيران وحماس عمتا وبين إيران ويحيى السنوار خاصة وبدأوا ينشروا الصور دي أنهم بدأوا يعصروا على مستند رسمي صادر عن حماس ومؤرخ في عام 2020 بيتضمن التفاصيل لمبالغ المالية اللي تم تحولها من إيران من العام 2014 لعام 2020 لاستخدام حماس والاستخدام قائد حماس يحيى السنوار الشخصي أي إجمالا مبلغ 150 مليون دولار من إيران إلى حماس وقالوا برضو إسرائيل عصرنا في نفس المجمع تحت الأرض على خزن احتوت على أكتر من 20 مليون شكل نقدا واللي كانت مخصصة لاستخدام السنوار الشخصي هذه المبالغ تنضم العشرات الملايين من الشواقل اللي عصرنا عليها خلال النشاط في أنفاق حماس إنها ظاهرة تكرر نفسها حيث تم الاحتفاظ بمبلغ من الموال النقدية التابع المنظمة بأحجام كبيرة في مجمعات منظمة تحت الأرض لاستخدام قادة الحركة قادة حماس استثمروا الأموال من أجل بقائهم الشخصي مع أفراد عائلتهم تحت الأرض والسؤال الكبير برضو حماس بتحصل على كل الأسلحة دي منين وإن الغاية دلوقتي فعلا إسرائيل محققتش أهدفها رغم خمس شهور من الحرب من جيش إسرائيلي عنده معدات قوية جدا من أين تحصل حماس على الأسلحة؟ سؤال ظل يحير العالم منذ بدء الحرب بل واشعل فتيلة توتر بين إسرائيل ومصر حين زعمت تل أبيب أن عمليات التهريب تتم عبر الأراضي المصرية وبالتحديد عبر محور فلادلفيا الذي يصل بين السيناء وغزة اتهامات بددتها صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت عن حقيقة صادمة مصدر هذه الأسلحة هو في الواقع الجيش الإسرائيلي نفسه نيويورك تايمز استندت إلى ما كشفه مسؤولون إسرائيليون عسكريون واستخباراتيون وعلى حد قول هؤلاء فقد استطعت الحركة تصنيع صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر الإسرائيلية ذخائر لم تنفجر عندما أطلقها الجيش على قطاع غزة خلال السنوات السبع عشرة الماضية وبحسب الخبراء فإن القنبرة الواحدة تزن 750 رطلا ويمكن أن يصنع منها مئات الصواريخ المثير في الأمر هو أن حماس لم تستفد فقط من المتفجرات الإسرائيلية المتناثرة في القطاع فقد تبين أن الحركة تسلح عناصرها بأسلحة مأخوذة من القواعد العسكرية الإسرائيلية ويبدو أن سلطات تل أبيب كانت على علم بأن مستودعاتها قابلة للسرقة وفقا لنيويورك تايمز إذ أشار تقرير عسكري نشر أوائل العام الماضي إلى أن حماس استولت على آلاف من طلقات البنادق ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية من قواعد ضعيفة الحراسة مصدر عتاد حماس بات واضحا أيضا عندما عثر في السابع من أكتوبر على جثة مسلح من الحركة يحمل قنبلة يدوية كتب عليها بالعبرية اتضح أيضا بحسب الصحيفة أن حماس لم تكتفي بتنفيذ هجومها ذلك اليوم بل استولت كذلك على الأسلحة في قاعدة رعيم العسكرية قرب القطاع ونقلتها إلى غزة كل هذا يبدو حسب قول مسؤولين عسكريين مؤشرا آخر على أن إسرائيل لم تستهن بهجوم السابع من أكتوبر فقط بل أساءت أيضا التقبير فيما يخص قدرة حماس على الحصول على الأسلحة طيلة السنوات الماضية هو عام 20-24 واضح أنه عام جميل جدا ويمكن من أول العام كان فيه زلزال كبير في توكيو من شوية وقع زلزال عندنا في كاليفورنيا والزلزال كان بكوة 7 من 10 أكيد ناس كتير حاسوا به في نواحي أورنج كاونتي ويعني ما فيش ده من كام دقيقة من دقيقتين ثلاثة كان بكوة 4.7 من 10 بمقياس ريختر وهو شكله كده عام 24 ده يعني عام جميل جدا وكل سنة احنا بنقول على العام اللي احنا فيه أنه هو أكوي يعني عموما عندنا كان فيه زي العملية اللي كانت فيه بغداد أول أمس بالنسبة لاستهداف عناصر من حزب الله أو من الحرس الثوري الإيراني في بغداد كان فيه برضو استهداف لمسايرة إسرائيلية استهدفت سيارة أيضا بمسايرة في محافظة النبطية جنوب لبنان وقتل فيها شخصين وتم الإعلان عن أنه الشخصين اللي قتلوا دولها أيضا من حزب الله والحزب كان أعلن قصف مواقع إسرائيلية بينها مقر قيادة في قريات شامونة وأنه برضو في نفس الوقت كان طبعا موضوع الاستهداف للعناصر من الحرس الثوري أو من حزب الله في العراق أو في لبنان بيكون فيه طبعا تنديد من حزب الله والعراق ندت برضو بمقتل السعيدي اللي كان المواقع اللي حصلت من يومين وزير خارجية إيران بيقول يجب وقف الهجمات على غزة فورا قبل فوات الأوان يعني فيه برضو تحذيرات الحقيقة وتهديد من إيران أما متى فالحقيقة شيلت حسابات خمين إي من فيسبوك وإنستجرام اعتبروا أنه برضو هذه الحسابات بتنتهك سياسة المحتوى الخاصة بميتا أو فيسبوك يعني يا جماعة مش أنتوا الوحديكم اللي ممكن تتشلوكوا صفحات وحسابات وأنا كمان معاكم لا ده كمان دلوقتي ميتا شالوا الحساب الخاص بخمين إي طبعا خمين إي يعتبر المرشد الأعلى الإيراني عندنا لسه مستمرة أزمة الحوسيين بالنسبة واستهداف السفن في البحر الأحمر ولكن فيه نقطة مهمة جدا عايزة أقولها لحضراتكم بسرعة كده الصين الحقيقة بتعرف أن هي تحمي السفن الخاصة بيها وتقال أن فيه سفن كتير دلوقتي بتحمل عالم الصين علشان تقدر تعديه ما بتحملش العالم الأمريكي ولا العالم البريطاني ولا عالم إسرائيل لأنه أي طائرة أي سفينة عفوا بتحمل أي عالم التلاتة دول هيتم استهدافها المهم أن الوضع صعب جدا سفن كتيرة من سفن النحن الأمح عفوا والحبوب بدأت تغير مصارها ولو استمرت الدنيا دي طبعا أمريكا بتضرب ودربت منذ حوالي ساعتين أماكن تانية وكانوا ضربوا برضو أعلنوا تدمير ثلاثة سواريخ حوثية كانت جاهزة للإطلاق يعني الوضع لسه ما زال مستمر بالرغم من كده الحوثيين بيعلنوا أن كل الدربات الأمريكية البريطانية دي لم تسنيهم ولم تضعف قوتهم وأنهم ما يستمروا في استهداف السفن فالوضع الاقتصادي داخل بينا في مرحلة صعبة شوية إن شاء الله يعني الصينيين برضو شكلهم كده سايبين الأمريكيين وحدهم يغرقوا في أزمة البحر الأحمر لأنه معتبرين أن دي مشكلة أمريكية وأنه أمريكا اللي تحلها لكن هي عرفت تحافظ على صفونها إزاي عشان كده مش دخلة خالص في أي تحالف من هذه التحالفات شركة ميرسك أعلنت تعليق أيضا عمليات إعادة شراء الأسهم وسط الإضطرابات في البحر الأحمر وفي ارتفاع عدم يقين على مستوى أرباحها العام الجاري بسبب التوترات الجيوسياسية طبعا اتكلمنا عن أنه المعركة هتشتد بالنسبة للحدود مع لبنان فالوضع كله فيه توتر عندنا برضو فيه كمان كان استهداف لقواعد أمريكية يعني كل حاجة الحقيقة صعبة جدا جدا قصف قواعد أمريكية في العراق وسوريا ومستمرين يعني الحوثيين مستمرين في استهداف سفن الميليشيات الإيرانية بالرغم من العمليات اللي بتتمس وقف العراق أو في لبنان مستمرين في استهداف قواعد عسكرية أمريكية عندنا برضو قصف صاروخي استهدف حقل كونيكو وحيث تمركز جنود أمريكيين الدنيا برضو ترامب طبعا قال إن قدرت بايدن أفسدت التوازن في الشرق الأوسط كله توترات الحقيقة وربنا يسهل مش عارفين إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية عندنا طبعا الموضوع الخاص بيعني عايزة أنقل بسرعة كده على موضوع مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون والحيان المقابلة دي قلبة الدنيا إنه بالفعل من أول ما تم الإعلان عنها بدأت المشاهدات بالملايين بوتين تحدث عن أمور كتيرة جدا جدا حققت مشاهدات مليونية المقابلة كانت استمرت أكتر من ساعتين في صالة كبيرة شدد الرئيس الروسي خلالها على عدة نقاط خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية كارلسون بيتمتع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة ولكنه الدموقراطيين بيكرهوه جدا لدرجة إن هيلاري كلانتون اتهمته بإنه الحوار اللي عمله مع بوتين ده كان في مصلحة بوتين مش في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وإن هو كده يعتبر خائن للولايات المتحدة الأمريكية المهم طبعا بوتين تحدث عن حاجات كتيرة جدا اتكلم عن ليه بيستهدف أوكرانيا وإن هو قال برضو إن لسا العملية محققتش اللي هو مطلوب منها وكمان برضو تاكر كارلسون كان قال إن هو سافر لروسيا لأن هم منعوه من إن هو يعمل مقابلة عن طريق استهدف تليفونه وقال إن الديموقراطيين هم اللي بيستهدفوا في هذا الأمر المقابلة دي مهمة جدا هينتج عنها أمور كتيرة ولكن برضو كمان إنه تحدث عن إنه مش للدرجات دي فكرة القلق والزعر من قصة إنه يحصل نوع من أنواع الحرب النووية أو الحرب العالمية اللي جاية الاستخبارات الروسية اعلنت عن اتصال على أعلى مستوى مع وقالة المخابرات المركزية وبرضو ده هنا يعتبر إنه فيه تواصل ما بين الطرفين زيلينيسكي عين قائد جديد للجيش الأوكراني وبرضو كان فيه تتعجب من إنه القائد الجديد ده بيتعين في هذا الوقت وإن دي حاجة غريبة جدا بالنسبة لبريطانيا الحالة الصحية للملك تشارلز الحقيقة بيقال طبعا إنه هو مصاب بسرطان ما لهش علاقة بموضوع البروستاتا والأمير هاري كان النهاردة راح علشان يطمن على صحة والده وعلى طول هو قاعد معاه حوالي ساعة وغادر على طول وطبعا بيقال برضو إنه حتى بالرغم من كده مش هيكون فيه عودة للعلاقات بين هاري والقصر الملكي ووالده وأخه الانتخابات الأمريكية بالنسبة للتمهيدية ترامب بيفوز وبيرد على نيكي هيلي بحاجات كتيرة والأمور طبعا لسه مستمرة وزي ما اتفقنا إنه إحنا منتظرين السلساء الكبير اللي هيكون فيه طبعا هنشوف مين فيهم اللي هيكون فائز وفيه قلق من إنه الزكاة الاصطناعي بيتدخل بشكل كبير في الانتخابات التمهيدية وكان برضو فيه تزييف لمكالمة من بايدن مع 25 ألف ناخب كانوا وصلوا لمن العمل ده وهيتم محاكمته بشكركم على متابعتنا وإن شاء الله نلقاكم مع المزيد من الأحداث ومرأة الأحداث الأسبوع القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة